السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تكونوا بخير وإيامكم كلها عطر من العطور الرائع في السبات واللي أثبتت جدارتها وطبعا هذا الفيديو ليس دعوة للشراء وإنما مشاركة تجربة ربما تكون عند الآخرين فاشلة ربما تكون عند الآخرين من تجربة هالعطور فاشلة نظرا مثلا إنه ما توافق العطر مع جلده أو ما حب العطر أو أداءه بالمناطق اللي هو عم يستعمل في العطر ما كان كتير جيد إلى آخره من عدة أسباب ولكن هاي التجربة ما بيعني إنه نحن ما نشارك شو جربنا من أول وشو كانت نظرتنا لهذه العطور الكتير من الأخوة ربما يعني يعتقد إنه العطور العطر هذا رح يلبق لكل الناس أو رح يكون ثابت على كل الناس وهي يعني طبعا يعني نتيجة غلط أو يعني فكرة خطأ خمس عطور من اللي جربتن وكان أداء ممتاز وطبعا يعني أدعوكم بهذا الفيديو وبالفيديوهات مثل ما عم تشاهدوا إنه أنا بحط لكم خمس عطور أو ست عطور من تجربتي وأنا أنتظر منكم دوما يعني تجربتكن لأنكم أنتم ما بتقولوا من الزوء والخبرة للكثير من الأخوة اللي عنده الخبرة وعنده الزوء واللي جرب هيك عطور دوتشي جابانا ايدو بارفيوم انتنس دوتشي جابانا ايدو بارفيوم انتنس هذا العطر العطر رح ألاكم طبعا النوتات تبعيته هو بشبه هذا السبايسي بومب اللي بحب يعني يروح السبايسي بومب تقريبا نفس الخط العطري بالمقدمة زهر البرتقال والميرامية والحبهاني اللي هو الهيل وبالوسط الكشمير والفيتفر وفي القاعدة زهور البرتقال كمان بالوسط في زهور البرتقال ويبدو إنه هذا تكتيك جديد لبناء يعني الفورمولة الخاصة بالعطر يبدو إنه هالتكتيك جديد ولكن يعني ما اعتقد انه دوتشي جابانا دوان ايدو بارفيوم انتنس باعتقد الفرجن الأولاني منه دوان ايدو بارفيوم أقوى بالثبات والأداء ولكن هذا يعني كمان من العطور الرائعة طبعا زهر البرتقال في القاعدة والخشب والفيتفر والبتشولي هذا هو العطر كمان العطر الثاني البور اكس اس طبعا العطور بدون ترتيب البور اكس اس من باكورابان هاي هادي صورته بور اكس اس من باكورابان وهذا الاسم لحتى اذا ما قدرت على المونتاج اكتب لكم الاسماء لانه بعض الاخوة يعني عم نزعج انه ما عم نحط الاسماء ولكن مو دائما بكون هذا الموضوع سهل او فيه يعني متزعة من الوقت انا بصور الفيديو وبحب احيان دوري طالعه متل ما عم نشوفه ما عم نحط لشارة للبرنامج ولا عم نحط يعني يعني انترو للفيديو طبعا هذا العطر من الاشياء اللي متكونة بهذا العطر عندنا زنجبيل والعنبر والتفاح ويعني النوت الخشبية السكر البتشولي والكشميريان طبعا الكشميريان يعني رائحة فواحة وجميلة بنصح الاخوة اللي بشتولوا بالتصميم او تصميم العطور يعني يحطوا دايما بحسبانهم انه الكشميريان من المواد اللي بتعطي للعطر يعني اداء وجودة حتى فوحان نعم العطور يعني الجميلة البلغري مان بلغري نحمله هيك بلغري مان ان بلاك ادو بارفيوم كمان من العطور الرائعة اللي بحب يكتب الاسم هيك بلغري مان ان بلاك من النوتة الظهرة في التبغ والتوابل ومسك الروم وفي الوسط الجلد المسك وفي القاعدة اخشاب الجاوي والتونكا ايضا من العطور يعني الجميلة والرائعة اللي هو الودو بارفيوم انتنس ديور اوم انتنس اودو بارفيوم اويك اللي بحب يكتب الاسم نسخة الودو بارفيوم فقط القديمة هي طبعا اداء جبار ووحش اكتر من هاي النسخة ولكن هاي يعني معنى سيئة ابدا من العطور الجيدة واللي سباتة كويس طبعا من النوتات الظهرة فيه السوسان والفانيليا اخشاب الارزوة ناجيل الهند اخيرا الودو سفاج اللي اخد كمان شهرة متل ما اخد الكريد افينتوس طبعا نوتة الامبروكسان هادا واضحة فيه اللي هو هادا الودو سفاج اودو تواليت اللي فضلوا اكتر عن نسخة البرفيوم من مكونات البرجوموت الفلفل وفي الوسط ابرة الراعي الخزام الراتينغ فلفل وردي الفيتيفر يعني هو ناجيل الهند والبتشولي وفي القاعدة اخشاب الارزوة الامبروكسان وعدان هادا هو هيك كانوا خمس عطور من العطور الجميلة واستابتة من تجربتي وهذا ما بيعني انه تجربتك ممكن تكون يعني اذا انت جربت العطور يكون اداءه مانو كويس يمكن باختلاف يعني نوعية الجلد يمكن باداء العطر كاصلي او مو اصلي او الطبخة اللي كانت ولكن هذه من تجربتي يعني احبيت شارككم فيها وارجو انه تشاركوني تجربتكم بصندوق الوصف تحت مع محبتي لالكن كونوا بخير ودوروا باركن ع حالكن بامان الله